مين بتربي اليوم؟ كون مرة واحدة هلا حتى حيستفزك عطيني يا حسن ما تبلش هلا فينا عطيني مين بتربي؟ بالبداية اكيد للعدو الاسرائيلي العدو الاسرائيلي كل العالم بتربي فيها والعدو الامريكي هزة؟ وكل من يطبع ويتواطئ حما داخل لبنان كل من يتماهى مين؟ مع السياسة القوات اللبنانية على رأس سمير جعجع والكتائب اللبنانية يلي هن أساس بلا لبنان وهن أساس الحرب الاهلية بالسبعينات يلي دبحوا على الهوية يلي دبحوا على الهوية ويلي هادي الحاج اللي هلا كانت هادي مسكان نبعة وبرش حمود هادي ظهرت هي ولادة بدون ما تاخد أشي من بيتها كرمال الحرب اللبنانية يلي عملوها حرب العبثية يلي خلصت بدون أي نتيجة لأي طرف والأسف انه هادي قيادات الحرب بيوا يحكمونا بالسلم وبعدهم اللي هلا قتلوا الناس بالحرب فلسوا الناس بالسلم وبعدهم بيطلعوا بيخطبوا فينا يعني انت اليوم قلت انه بتهز العصاية للدكتور سامير جعجا وللكتائب اللبنانية يعني سامي جميل ايه سامي جميل مين بيوا مين بيوا مين جميل ومين جدوا بشير عمه بشير بس كتير عالم هتنتقدر هلا كتير عالم هتنتقدر مثلههم مين لي طرفة هذا الحرب اللبنانية مينts مين اللي خرب البلد وجاي اخلا بدك بنى بلد انت حزب الكتائب انت ابن جميل اه اخل يعني هاك بيوا كت进طلعهم طيب مين كماذا عننا بلدك طيب مين كمان في Brasil عليك أنت متوا شركة مينكم عندك أسماء بعض shoreتلك كل من يتماها كل من يتماهى مع العدو الإسرائيلي وكل من يعني الوليد جمبلات مثلا ما دعم بتهزله العصاية؟ هلا بمواقفه مع فلسطين لا يحيي كشخص عاد هلا بمواقفه مع فلسطين جيدة بس بمشاركته بالفساد في لبنان وموقفه من سوريا وقت العز دين الحرب طبعا لا القوات كتائب وزنبلات بمواقف معينة جمبلات اوكي ومش بالمواقف يعني هز العصاية لأحدا من حزب الله من النواب لبول حزب الله أو الوزراء بتهز العصاية لحد تتجرع مش ليك عندهم اعتباراتهم عندهم اعتباراتهم اللي هي دايما هن بيحكوها ولي أنا وقات بيحكي فيها انه بدناش نخرب السلم الأهلي وما بدنا نعمل فتنة مشيعية صنية وما بدنا نعمل فتنة شيعية شيعية وما بدنا نعمل فتنة اسلامية مسيحية ماشي أنا برأيي طلعوا من السياسة اللبنانية خليكم بالمقاومة بتقول لحزب الله طلعوا من السياسة اللبنانية اذا هايدي حجتكن انه انتو مشاركتكم بالحكم بلبنان وبالسياسة بلبنان وما قادرين تحاربوا الفساد هن بقولوا قدموا ملفات ونحطت بالجوارير طيب جابت نتيجة ما جابت نتيجة إذا ما بدك تقدر تغير بالبلد صدقني أنضف إليك ولتاريخك ولخطك ولعملك تطلع من السياسة اللبنانية يعني بتهزل عصايلة حالا لا 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 عم بسألك ما تخاف روح لا انت بتسترجع تهزل عصايلة حالا عم بسألك انت شو متخفية أنا لما بدي هز بس بس أنا اليوم بحترم انت اليوم شخص عم يطلع يسعني أنا من الناسي اللي عم بتعاني بالبلد على راسي مثل ما الشعب اللبنانيكي من التسعين من وقت اتفاق الطائف لليوم ما تغير شي بالبلد بقنا بس طلع بالبرامة السياسية احكي قد ما بدك بهذا الموضوع ما انه برنام السياسي بس جاوبنا اليوم حضرتك بتهزل عصايلة لسياسة حزب الله مشان ما اقول كل حزب الله يعني كل الأمور تابعوا الحزب الله بتهزة يلا عم يدهمني الوقت لا مني مع المشاركة بالحياة السياسية بالبلد إذا ما قادرين نعمل شي اطلع مننا للحياة السياسية وما تقل لي انه المشاركة بالسياسية هي بتدعم هي لحماية سلاح المقاومة لانه نحن نحميه بدمنا وبلحمنا وبروحنا لهذا السلاح وبدون جميلة السياسة بالبلد بس إذا ما قادرين نقمن شي ونحل المشاكل ونحاير بالفسدين والفساد ونعمل شي للناس بلاها من الأساس خلينا مقاومة مشرفة بترفع الرأس وبلاهذا الوحل الداخل اشتركوا في القناة